الوشوانس جمال عسكر احنا كنا بنتكلم حتى لما كنا حتى بتكلم عن اليابان وتكتب هم سابقنا بحبتين بس هنا في دول كنت سابقها في الصناعة اصلا بدأت تصنع من ابنها زي كوريا انا كنت سابق كوريا في صناعة العربيات ده مثلا انا كنت سابق المغرب بكتير في مسألة تجميع العربيات وهنا بيجي السؤال ايه اللي خلاهم سابقوني ووصلوا عند هذا الحد وهنا اذكر الاصدقاء الكوريين دول ازحوا خلاويس دول يعني ما بقاش بيجمع ده هو بيصنع وعربيات واصبحت مطلوبة وبيعرف في بنتريد بيها السوق الاوروبي وكل حاجة في الدنيا وعمل كهرباء وعمل سولار وعمل بنزين يعني ناقص يعمل هيدروجين واختراعات جديدة انا ليه الناس دي سابقتني او بالادق انا اعمل ايه عشان احاول احصله فانت بحاجة بسيطة اوي قبل الفاصل قلنا احنا ممكن نستغل الخناء اللي دارة ما بين الصين والالتحاد الاوروبي مع امريكا ونصنع هنا ونجيب النوهاو هنا انا هجيب خط الانتاج هنا هجيب خط انتاج البطارية هنا هجيب خطوط انتاج لكل جزء هنا ليه عشان اشتغله وطلع المكون المحلي بالقيمة اللي انا عايزه النهاردة احنا عندنا اتفاقات شراكة اوروبية فانا ممكن بستورد العربية بزيرو جمارك واصدر العربية بزيرو جمارك هتبقى فرصة كويسة جدا ان انت تغزو اوروبا اوروبا محتاج العربيات اللي في الوسط يعني احنا عندنا مركبة كاربية خفيفة عندنا متوسطة وعندنا اللاكشري هم محتاجين المتوسطة دي وفي ظل الظروف اللي موجودة دي انت ممكن تستغلها ازا الكلام بس هل الاتفاقات بالاحرف الاولى دي هجيب نتيجة؟ بالطبع مش هجيب ليه؟ لان انت ما عندكش استراتيجية وانا النهاردة بتكلم على فبتكلم على شركة من اعرق شركات العالم في الصناع السيارات لما تيجي ما تلاقيش عندك حاجة مش احنا من 6 شهور 8 شهور 10 شهور جلنا هنا حد من اليابان عشان تيوتا عايزة تعمل 3 مصانع على مستوى العالم وقالت هتعمل مصنع في مصر ما عملتش ليه؟ هتعمله في المغرب يا فندم هتعمله في جنوب افريقيا ليه؟ عشان عندك المتخصص اللي فاهم اللي قاعد بيفهم الحوار شغال ازاي؟ ليه وحسين بيتكلم على التفاوض انا بتكلم عن مهارات الاتصال واحنا قادينا على طرابيزة واحدة اللي بشيشن التفاوض بتكلم على حاجة مهمة جدا الكونتراكت رايتنج انا عشان اكتب عقد كان عندنا اساتزة في كتابة العقود ازاي يعمل العقد الوين وين قانوني واختصادي وفني وضمان وافتر سيل سابورت وكل حاجة عشان تقدر تشتغل الشغلانة طيب انت عندك الناس المتخصصة دي اه موجودة طيب هم فين؟ هم بعيد عن المشهد خالص اللي بيدور المنظومة حد بعيد عن الجزء دي خالص ما شفهاش فازاي هيفهم ده لو ما عندوش جاب نوليج بتاعت الشغلانة يعني بابا الشغلانة اللي ما يبقى موجود ما ينفعش حد تاني ايه يعملها مش هينفع يبقى انت بتتكلم على ايه استغلال هذا الكلام اه لازم يكون عندك دي سيجا ميكر تاني بقولك صانع قرار فاهم يعني ايه اللي هيتعمل سمارت عندنا لما بنيجي نتكلم عليها اسبيسيفيك ميجرابل اتشيفابل ريزنابل وزين تايم فريم التسك ده محدد بيمكن قياسه وانجازه وهو هدف منطقي وله مدى زمني معين بتعمل فيه مين اللي بيتابع السيكونس دي ومين اللي بيحسب الكفاءات بتاعت الناس ومين اللي بيخطار الناس ومين اللي بيعمل الجوب ديسكريبشن وصف وظيفي لكل بنا آدم في المنظومة عشان يقدر يطلع لك النتائج في الاخر نقول ايه بالكيبي آيز نقول الراجل ده اتشيف التارجت ولا ما هواش اتشيف طب مش اتشيف عنده مشكلة ندربه نزبطه طب ما عندوش نشيله ونجيب حد غيره لازم يكون عندي حل بديل انا اقدر اشتغل عليه واجيب حل بديل عشان اشتغل الشغلانة وتطلع الشغلانة صح فولكس واجن جروب مش هتعمل معاك شغل لو انت ما عندكش ناس انها تدور المنظومة دي ويكون عندك السياسة واضحة وعرف هيحط ايده فين عشان يدوس على مين ويكلم مين ويشتغل معا ويكمل وقارات سريعة يعني انا لازم اصبع الورك فلو طول الوقت الاكشن بتاخد اكشن سريع لكن النهاردة بقى نشتغل في الشغلانة مش عارف ايه وده هيوعد مع مين وده مستني ورق ينضيها وطلع المدام عفاف وانزل طب احنا عملنا التحول الرقمي ليه لو احنا لسه عندنا العطلة دي كلها عمنا عندنا مشكلة كبيرة لازم تيك اكشن احنا النهاردة في ظروف اقتصادية متوعاكة تطلع الكلام ده ازاي تعمل المغرب النهاردة هي الخامس على مستوى العالم في تصدير السيارات الحالد اوروبي الترجم بتاع المغرب ايه سنة عشرين تمانية وعشرين هي الاول في تصدير السيارات الحالد اوروبي بالكامل مع كواليتي نمرة واحد مع سيفتي نمرة واحد فبيحقق الكايزين كونسبت بتاع اليابان اللي هو الكونتينيوس امبروفمينت تطوير مستمر للعامل البشري وللمصنع وللمعدة وللمكون المحلي الاخ الاخ الاخ